بعث الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد الفين وثلاثة وعشرين وأكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن رجال القوات المسلحة يعربون عن أسماء آيات الاعتزاز والتقدير لما يتم تقديمه من عطاء وإنجازات بقيادة الرئيس السيسي نحو التقدم والازدهار والحياة الكريمة في جميع ربوع مصر مؤكدين عزمهم على الوفاء بالمسئوليات والمهام المكلفين بها للدفاع عن الوطن أرضا وشعبا يأتي ذلك بينما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة